هذا وتبرز مملكة البحرين كنموذج رائد في مجال الأمن الغذائي من خلال جهودها المستمرة ودعمها المتواصل لضمان وصول جميع مواطنيها إلى الغذاء الآمن حيث تعمل جاهدة لضمان استدامة إنتاج الغذاء وتحقيق التنمية المستدامة لشعبها وللعالم أجمع لطالما كان ولزال ملف الأمن القذائي ضمن أولويات عمل الحكومة حيث تتكاتف جميع الجهات المعنية التي تعمل على ملف الأمن القذائي يداً واحدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمواد القذائية وتذليل أي عقبات وتسهيل معيشة المواطنين وعدم إضافة أي أعباء مدية على كاهل الأسر وذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي واستدامته عبر العمل على إنشاء حزمة من المشاريع التي من خلالها يتم تعزيز ملف الأمن القذائي ومما لا شك فيه فأن القطاع القذائي يخضع للتغيرات والأحداث العالمية كما أنه رهين لمبدأ العرض والطلب والقذاء كأي سلعة أخرى قد تتأثر بارتفاع يتراوح مبين 10% إلى 30% غير أن جميع الجهود في مملكة البحرين تعمل بلا كلل بهدف عدم إضافة أعباء على كاهل المواطن ففي مملكة البحرين هناك الكثير من السلع القذائية التي تقع تحت مضلة الدعم الحكومي كما أن البدائل متوفرة وبجودة عالية التوجيهات والملكية السامية تلامس كافة الموضوعات دون استثناء وخصوصا تلك المتعلقة بمنظومة الأمن القذائي والحرص السامي على توفير السلع الضرورية والأساسية وضمان إنسيابيتها ووصولها إلى المستهلك دون عقبات أو صعوبات بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية للتعامل مع أي ظرف استثنائي كلها مجتمعة وتؤكد دائما على أن مسيرة النماء والإزدهار التي تعيشها مملكة البحرين على مختلف الأصعيدة مستمرة لتعزز الاستثمار في هذه المنظومة المهمة خلال الفترة المغبلة